اخبار الرياضة من قناة جيل ديزاد الالكترونية أهلا بكم البداية بالمنافسة القرية يحتضن في هذه الأثناء ملعب 5 جوليا الأولمبي دربي مغاربي بنكهة إفريقية يجمع بطل الجزائر شباب بالوزداد والترجي التونسي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لربطة أبطال إفريقيا شباب بالوزداد في مباراة اليوم سيكون أمام حتمية تحقيق الفوز للبقاء في سباق المنافسة القرية وهو الذي يملك نقطة واحدة من تعادله في الجولة الماضية أمام النجم السحلي التونسي لكن المهم طبعا لن تكون سهلة أمام صاحب التقاليد الإفريقية العريقة الترجي التونسي في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية يواجه غدا فريق شبيبة الصورة فريق الوايال لوبيراد الإسواتيني يوم الأحد بملعب 5 جوليا برسم الجولة الثانية من كأس الكاف ويسعى نسور الجنوب لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الخسارة في الجولة الماضية وتحقيق أول ثلاث نقاط لهم في دور المجموعات وهذا لتجنب الحسابات المعقدة في هذه المنافسة القرية محليا الآن توصل فريق شبيبة القبائل لاتفاق رسمي مع شركة الجزاء الإلكترونية كوندور ليصبح ممولا جديد للنادي وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل وحساب الشركة اتفاق الطرفان على تمويل الفريق انطلاقا من مرحلة العودة للموسم الجري كما أكد رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان في تصريح للقناة الرسمية للفريق عن اقتراب الاتفاق مع شركتي موبيليز وسيفيطال وصل عشية اليوم الدولي الجزائري عدلان جديورا إلى مطار وهران الدولي تمهيدا لالتحاق بفريق مولودية وهران ونشرت إدارة مولودية وهران خبر انضمام الدولي الجزائري لصفوفها عبر الصفحة الرسمية للفريق واستكون المولودية الوهرانية أول تجربة لعدلان جديورا في الدوري الجزائري بعد تجارب طويلة في الملعب الأوروبية والخاريجية في الختام حل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم صباح اليوم بمطار هوري بومدين قادمين من عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورغ ويأتي هذا عقب المباراة التي جمعت هنا بسيدات منتخب جنوب إفريقيا لحساب الدور التصفو الأخير لكأس أمم إفريقيا 2022 وكانت هذه المباراة قد انتهت بهزمة محاربات الصحراء بنتيجة هدفين مقابل سفر كما ستجرى مباراة الإياب بملعب عمر حمادي ببلغين يوم الأربعاء 23 فيفري بداية من الساعة السادسة مساء بأخبار منتخب السيدات مشاهدين نصل وياكم إلى ختام هذا المجزي الرياضي نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة اشتركوا في القناة